هي أكثر فبليسيتية نقوله نحن وبونه من الملعبية اللي يعطي نقوله نحن شهر البطولة متاع السعودية لكن كي جي تدخل مثلا البرسة رو نجم يراجع حساباته في الحكاية هذه يقول لك مش عاود يبني كاريير آخر يقول لك البرسة حاجة أخرى السلام عليكم أصدقائي كانت من تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يصل الخبر أصدقائي لأول مرة كيشوفوا في القناة منزل الشارك في القناة ويفا نزل جرس بإبقائي تقصدوا جديد الفيديوهات خلبي الأراضي يلقوا في التعليق أصدقائي لايك على هذا الفيديو والبرتاج كذلك بشي يصل الفيديو لكل المغاربة في هذا الفيديو هنشوفوا الإعلام التونسي كيتكلم على ياسين بونو حارس المنتخب المغربي المتقلق مع فريق الهلال السعودي وفريق برشلونا حط الأعيون ديانه على الحارس ياسين بونو أصدقائي لكم سمعوني الإعلام تونسي ما لقلق على ياسين بونو وانتقال إلى برشلونا ونتلقوا في أخذ الفيديو السلام عليكم البارسة الحارس الألماني البارسة يرغب في خدمات ياسين بونو حارس المنتخب المغرب وحارس الهلال السعودي ياسين بونو أفضل حارس في شهر نوفمبر المرة الثانية يفوز بالجهزة هذه على التوالي في دوري روشن دوري السعودي ياسين بونو عربي رفض عرض من ريال مادريد لتعويض إصابة كورتوا حتى فهم كلام كان مع باير مونشن لكن ياسين بونو فضل العرض للسعودي تعرف القيمة المالية لأنديت السعودية في دوري روشن لكن مرهي فسي برسولون يرغب في خدمات ياسين بونو نشوف المعادلة صعيبة نوعا ما نظرا ممكن لتشبث نادي الهلال بخدمات ياسين بونو وأيضا قيمة المالية للصفقة صحيح غلانزا ياسين بونو أحسن حراس توا معنا أنا أقول لو كان جيت عنده جنسية أوروبية رو أفضل حارس في العالم ياسين بونو لأنه يقدم فيه مستويات كبيرة جدا على مستوى الأوروبي كان يقدم يعني مستويات كبيرة في آخر مونديالت قاعد يقدم معنا يقدم كاس العالم على أحسن ما يرام وليه بساجم تياه في الويداد تلتيكو ريال سالاقوستا جيرونه إشبيليا وتواف الهلال معنا هكتشوف مازال يعمل سيفي ما ننسيوش تواف الهلال قاعد يعمل فيه ويختاروه ديما كأفضل حارس سيفي ما ننسيوش تواف الهلال طويل يتساعد فيه على تصديات زادا ظاهر معنا غارديان خدامه عنده كاريزم عنده شخصية على رضي الميدان طبعا عنده كاريزم عنده شخصية يعفير عبساقية زادا حارس قاعد يخدم قاعد يخدم يجني في ثمار العمل صور يمشي البرسلون ولا؟ هنا تواف الهلال تحكي على هلال برشا فلوس برسا معنا قداش لازم يدفع هلال الفريق عنده ديز اوبجيكتيف يعني يلعب في شمبيونزيكا السياوية يلعب في دوري تانيف وسيلة بعض الحدود ولو انه الهلال متصدر بفريق نوعا ما موريحي لحد لا شوف تواك كان تخيره بين اثنين نتصور حتى هو اللي هو شو صعيب شو صعيب لانه برسا حاجة ما ما تتعوضش يعني ديما تقعد في كاريزم لعب في برسا حاجة مثال اللاعب عربي لعب في برسا او ريال مدريد وزادا كوته مادي اللي يعطي في الهلال منصوارش ما ينجب حتى الفريق يعطي في برسا دونك في السيطوات هو كان سبورتيف رهي صعيبة في شخطار واذا كان بيش يخلي المادة اتران دوزان هو بانتو تخو تخوزان بش يمشي معنا القدام حاجة انا نتصورها صعيبة على مستوى شخصي بين الاختيارات ولو انه لاو الدورة السعودي طوح حاليا نجم تقول افضل من الدورة الاسبانية افارت ناحية الكلاسيكو شوية ديماتش بين الريال وواتيتيكو دورة ممتاز جدا نتلاع ريتم تياعو الجراهير موجودة كل شي موجود لكن تقعد الدورة السعودي اللي في تطور كبير افضل برشا الدولة الاوروبية ما محمد شنو شو ريك في ما يخص انتقال ربما والاحتمال احتمال انت بطالي سيبونو برسورة فمحقيقة اول حاجة يجب واحد يبني عليها اولا كيبشي للسعودية هو بدا مرحلة فانت كاريار بونو بدا مرحلة فانت كاريار مرفاض الريال ارا هو قد السعودية بدا مرحلة فانت كاريار مهما يكون شعبي فلوس ما هو فماش نيفوم تاكورة اللي يمكن في العوام الجاي لكن ما يرتقيش مش يكون انتي لا لا اسبانيا ولا اضعف في كيب في يوروب الحاجة الثانية انتي بعد التصنيفها ذاية التصنيف العالم اللي اخذا فيه بونو نقولوا نحنا ترتيب مشرف العالم مع ندرة ليزاتا كون وندرة الحراس في مرحلة ثانية تويكا كيجيه مثلا تشوف العامل بتاع البرصة هو اللي يخليه اللي يمشي خمم اكثر يخليه يراجع حساباته انتي في الرؤية متاع السعودية ما تنجمش تتخلى على ريكريت مو عملته لانها عندها رؤية ورؤية ماشية فيها وماشية ناجحة فيها وهو العوامل هذه هي اكثر نقولوا نحنا وبونو من الملعبية اللي يعطيه نقولوا نحنا شهر البطولة متاع السعودية لكن كيجيه تدخل مثلا البرصة راو نجم يراجع حساباته في الحكاية هذه يقول لك مش عاود يبني كاريير اخر يقول لك الشمبيونز ليج البرصة البرصة حاجة اخرى يقول لك الفلوس هو سيء واخدناه وعملناه تويكا كيجي يزيد يبدأ كاريير اخر كاريير اكثر شهرة ومام تون بعد البرصة ينجم يزيد يمشي للسعودية باكثر فلوس فهمت هذي التخميم يمكن السعودية الهلال متنجمش تخليه نتصور في الحالة الوحيدة اللي بشو خرج منها من الهلال هي في صيغة اعارة لتعويض غياب تيرشتيغن فيما تبقى من الموصف برصة ترضى هي بالاعارة ما نظنش كيف ترضى باعارة لكن هني فطرة هو هو البستاكل الوحيدة هو الفلوس اللي ياخد فيها في السعودية مهم يكون دي ما اكثر من الليكيبات الاوروبية ميسي مثلا نحكي على عرض الهلالة السعودي وقال راني خممت لكن الاولوية كانت هي العودة للبرصة في الاخر مشال انتر مايامي ميسي حسب اخر الاخبار سيستقدم نويس سواريز معاه الى انتر مايامي كريم بن زماء يرغب في قدوم فاران للاتحاد للسعودي يريد كازيميرو ودوم مثلا فاران وكازيميرو في منشستر يونيتد الوضعية صعيبة شوية نظرا للنتائجة الرياضية المخيبة للامال لفريق منشستر حتى انه فاران وكازيميرو مهمش هما اللي كانوا في الريال موش نفس المستوية العربية الانتيا السعودية تستغل وضعية بعض اللاعبين وضعية صعيبة في انتيا اوروبية وتستقدمهم وتريد استقطابهم لدوري روشن فما ذكي كيفاش يستهدفوا من لعبية ما همش عايشين ممكن احسن اوقاتهم في الانتيا الاوروبية ويقولون من جاول السعودية معنا بعروض مالية خيالي دوري السعودي بصراحة يعني مشروع كما كان كان يحكي محمد يعني مشروع كبير رؤية بعيدة ان شاء الله تكتب لك حويجة غادي ان شاء الله يا عارب تكتب لك حويجة بدوري روشن شوف المشروع السعودي ما يكتملش الا بيقودوا ماسي معنا بداي ما جابوش ماسي اراو اشتر مشروع متى مازال ما عملوش جابو اشتر الاخري لو كريسانو رونالدو ويقعد لكن اختار ماسي توكي شوف الماسي ماسي عندو عيلتو تحكم فيه مم خلك هو التصريح الاخراني خلك انا العائلة تو مرتاح مش عيلتو زوجتو زوجتو با؟ عيلتو عيلتو عالتو انا باللغة مرتو هيلي تحكم هي عيلتو يا ممرتو هيلي تحكم اه عيلتي انتونيلا انتونيلا هكسب تحكم اخي سمحي. عيلتو اناك عيلتو. هي عائلة يمرتو. عبوه زادة عنده. هو راه وشوف هو راه في ميسي. في في بند. في بند هو حاطه. معنى معنى اذا كان ما يتاقلمش او معنى ما ما يعطيش لضافة. راه هو حاط البندة داي نجم يخرج. معنى في دومين فاند كات. ثم اخبار تقول انه فام النوادي كيما برسة. وكيما الهلال يحبوا يصغلو البندة داي. يحبوا يصغلوه. على اساس ميسي معنى يحطوا. هو يختار يقعدوا ليمشي على روحه. بتاتر يبدل راه يمتعو على مستوى الفلوس وش قاعد يشوف طوى شون صغير في في الدولة السعودي. وكيما نعود نقول ارى ما دام ما جابوش ميسي. ارى ما وصلوش لهدفهم تحمل. ارى ماسي كنت يمشي للسعودية. ارى تتغير بارشة حاجة وتطلع معنى الدولة السعودية. اطلع بارشة حاجة. فاما زوز داعي بين اخرين. مهمين بارش. انت شفت فانا سمحني قطعتك عربي ماتش النصر والهلال وجمهير الهلال كفاش تعايت ميسي ميسي لي اثارة غضب ممكن كريستانو رونالدو. يقال وانا حتى كريستانو رونالدو تشكى للرئيس الهلال. قالوا شنو معناها الجمهير تغني ميسي ميسي في مباراة اه الهلال ونصر. الهلال كان في ثلاثة سفر واسع الفرق مع النصر. يا الهواز. ما كون ملاعبية اللي قلت عليهم اخرين. ما زير فاما يحبوا يجيبوا ديبراين. وفاما. وفاما رافينيا. وفاما رافينيا خاطر نيمار معنى الاسابة امتياه. نتصور ملاعبية ذو مزوز على رأس القائمة يعني اللاعبين مشهورين. نشوفوا فيه يلعب بوكير اونلين. انا نسلا اصدقائي مرحبا بكم مرات انتني على قناتكم يسو الخبر. كنت تمنى من هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهاية الفيديو اصدقائي لي اول مرة كي يشوف القناة. من ينسى تشارك في القناة ويفعل زر جرس. باش يبقى يتوصل الجديد ديالفيديوهات. خبيل اراضي لكم في تعليق. وابد لكم اتلاقوا فيديو جديد. موضوع جديد. والسلام عليكم.